بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبينا استعين وصلاة وسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في هذه الجلسة في مجال إطلاب طيف التوحد أسعد وأتشرف بتواجدي من خلالها معكم الأستاذ محمد بن أحمد الناصر للحديث بإذن الله تعالى عن بعض المهارات في مادة لغتي والتي نقوم بتقديمها لأبنائنا من ذوي الطراب طيف التوحد نبدأ على بركة الله بإذن الله تعالى سيكون عنوان حديثنا في هذه الجلسة تكملت الحرف الناقص في كل كلمة المكون لدينا أكتب ثم أكمل الحرف الناقص ثم أكتب الكلمة الأهداف من خلال هذا المكون يتوقع من التلميذ تحقيق الأهداف التالية يكتب من ذاكرته البعيدة الحرف الذي درسه يكتب الكلمات التي درسها إذن الحرف الناقص من أهم المهارات التي يتدرب عليها الطالب هو يكتب من ذاكرته البعيدة الحرف الذي درسه نلاحظ هنا لدينا مثلا حرف الشين عندما تدرب عليه هنا لدينا مواضح يكتبه عبر الخط هذا المضلل يقوم بالكتابة عليه ثم يكتب الحرف الناقص في البداية يتدرب يكتب الحرف الناقص مثل ما كتبه في البداية ثم في الأخير يكتب الكلمة كاملة مضللة ثم في الأخير لدينا هنا يقوم بكتابتها كاملة من دون مساعدة من خلال التنقيط أو من خلال الكلمات المضللة تكون هذه الكلمات من ضمن الكلمات التي درسها الوسائل المقترحة لوحة مكبرة وبطاقات كذلك بالإمكان كذلك لدينا العمل على هذه البطاقات ووضعها أمام الطالب يعني هذه الأنشطة متاحة وموجودة دائما نحن نتحدث في كتاب الطالب كتاب لغتي للصف الأول الابتدائي بالإمكان الحصول عليها حتى نسخة إلكترونية على موقع إلكتروني موقع عين إلكتروني هي مناسبة جدا فعالة جدا تحتوي على العديد من الأنشطة تكرار خصوصا أني أحتاج مع أبنائنا من ذوي الطراطف التوحد أحيانا إلى تكرار هذا النشاط عدة مرات أقوم بتحميل نسخة إلكترونية وأقوم بطاعة هذا النشاط عدة مرات حتى يستطيع الطالب إتقانه نستطيع على سبيل المثال نشاهد لدينا هنا هذه أقرأ نفس المكون الذي لدينا قبل قليل ولكن مع حرف آخر وكلمات أخرى أقرأ ثم أكمل الحرف الناقص ثم أكتب الكلمة حمل ثم يقوم بكتابة الحرف الناقص يكتبها على الخط هنا لدينا على المضلل الخط المضلل ثم بعد ذلك يقوم بكتابتها لوحده من المهم أن يتابع المعلم تقيد الطالب بالطريقة الصحيحة لكتابة الحروف يطلب المعلم من الطالب كتابة الأسطر الثلاثة الأخيرة في المنزل بمعنى واجب منزلي يجب أن يكتبها دائما هذه الأحرف أنا يجب أن أتأكد أنه كتب بطريقة صحيحة يعني حرف الشين مثلا يجب أن يكتبه على السطر حرف الراء ينزل عن السطر ولدينا الأسطر التي كان نشاهدها قبل قليل مثلا في النشاط مبين وهي تساعد الطالب على معرفة أين يقوم بكتابة الأحرف مثلا دال على السطر الراء تنزل الواو تنزل الألف تكون فوق السطر حرف الفاء يرتفع قليلا ثم ينزل على السطر كل هذه المهارات هو يتدربها كل حرف يتدرب عليه لوحده بمثل هذه الطريقة حتى يستطيع إتقان هنا مهارة متقدمة بعد أن يتدرب على كتابة كل حرف أن يكتب الحرف الناقص بعد أن يتعلم الحروف يعني يتعلم العديد من الأحرف هذه أحرف من ضمن الأحرف التي تعلمها وليست أحرف إضافية أحرف لم يتعلمها فهي خطوة أحيانا متقدمة ويكون تطبيقها بسيط وسهل لأن الطالب تدرب على كتابة هذه الأحرف جميعها إجراءات التنفيذ يكتب التلاميذ الحرف في الجدول متتبعين النقط المرسومة أو الخط المضلل كما ذكرنا قبل قليل يكمل التلاميذ الكلمات بالحرف الناقص في أول الكلمة ووسطها وآخرها يكتب التلاميذ الكلمات الأربع بالرسم أولا على الخطوط الباهتة ثم بالكتابة في الفراغ الأخير من الجدول نلاحظ هنا نقطة مهمة في إجراءات التنفيذ أن نضع الحرف أحيانا في أول الكلمة وأحيانا في وسط الكلمة وأحيانا في آخر الكلمة حتى أتأكد من إتقان الطالب لكتابة الحرف بأشكاله المختلفة يعني بمعنى بأشكال عندما الثلاثة المختلفة عندما يكون في أول الكلمة أو يكون في وسط الكلمة أو آخر الكلمة هذه الطريقة تساعد على الرض والتصور لهذه الأحرف ومقدرة على كتابتها من خلال التأكد أنه عرف كيف أكتب مثلا حرف الألف عندما يكون أول الكلمة وكيف يكون عندما يكون في الوسط وكيف يكون عند الأخير مثلا في الوسط فرق بين اللام والألف أن الألف من حروف القطع فيعرف أنه لا يشبك بعده أي حرف حرف الدال مثل الطريقة إذا كان في أي مكان سواء في منتصف الكلمة أو أول الكلمة لا يوجد بعده حرف وحرف الألف كذلك يعني من خلال التدرب على كتابته في أول الكلمة وسط الكلمة وآخر الكلمة أتأكد أنه استطاع الكتابة للأحرف بأشكالها المختلفة يعني كتابة الحرف الناقص بأشكاله المختلفة عندما يكون أول أو وسط أو في آخر الكلمة كذلك مهم لدينا كذلك أنه في البداية على خطوط باهته ثم بالكتابة في الفراغ الأخير من الجدول هو يستطيع كتابة الكلمة كاملة نلاحظ هنا أقرأ ثم أكمل الحرف الناقص ثم أكتب الكلمة شمس هنا الخطوط الباهتة التي ذكرنا قبل قليل ثم كتابتها على الخط الباهت أو المضلل ثم يقوم بكتابتها لوحده هنا حرف الشين نلاحظ كذلك لدينا في بعد ذلك حرف الشين يكون بعد ذلك في المنتصف في المنتصف يقوم بكتابته بالطريقة الصحيحة عندما كان أول الكلمة و كذلك عندما كان في منتصف الكلمة ثم في آخر الكلمة كذلك يتدرب على كتابته بالطريقة الصحيحة آخر الكلمة و كذلك وسط الكلمة و كذلك أول الكلمة يتدرب على كتابتها و يستمر الأهم دائما لا أستعجل يعني مثل هذه المهارة ربما يلتقن الطالب من أول مرة أو يحصل لدي خلط فأنا أقوم بتكرار هذا النشاط أقوم بتكراره أكثر مرة إذا كان بالتأكيد قلم رصاص فأني أقوم بالمسح وإعادة هذا النشاط أحيانا أو بالإمكان الحصول على النسخة الأكترونية كذلك من الكتاب وتكرار وطباعة هذه الصفحة وتكرارها عدة مرات حتى يستطيع إتقانها وكتابتها بالطريقة الصحيحة لا يهم لدينا دائما السرعة في التعلم الأهم الإتقان أن يتقن هذه الأحرف ولو أخذت من وقت سيتقنها بإذن الله تعالى وأنتقل بعد ذلك إلى الحرف الذي يلي الحرف الذي تدرب عليه مثلا نشين ننتقل إلى الحرف الذي بعده وهكذا نستمر على هذه الطريقة نلاحظ في البداية لدينا يجب عليه في البداية حتى يستطيع الإتقان أسمي الحرف وألونه مثلا هنا حرف الشين ليستطيع كتابة قبل قليل مثلا أشرنا في كلمة شمس وهذا في البداية حتى يستطيع تكملة الحرف الناقص يجب علينا أن نكون في البداية ما أتسرنا على الخطوات للتدرب على الحرف بأنه شاهد الحرف أمامه ربطه مع صورة شمس يشاهد الشمس يتذكر حرف الشين هذا في بداية تدرب الأحرف ثم يقوم بتلوينه هذه من الخطوات للتدرب على الحرف حتى يستطيع تكملته عندما يكون ناقص داخل الكلمات مثل ما أشرنا قبل قليل هنا نلاحظ كذلك ألاحظ الصور وأتحدث ثم استمع كذلك من المهارات حتى يستطيع إدراك وفهم هذا الصوت وإتقان هذا الصوت لحرف الشين مثلا ربطه من خلال الصور الربط من خلال الصور سيساعد بشكل كبير على معرفة حرف الشين ثم كتابته يعني يشاهد مثلا شمس شاطئ من خلالها يستطيع الربط بين هذا الحرف وصوته وكيفية كتابته في الكلمات كذلك في الأخير نشاهد لدينا أقرأ الكلمات ثم أجرد الحرف دائما نجعله يقوم بإخراج الحرف الذي تعلمه لنعرف أنه أتقن صوت الحرف وشكل الحرف عندما يكون بجميع الحركات الثلاث عندما يكون بجميع الحركات الثلاث أتأكد أنه أتقنها تعلمها ثم من خلالها أقوم بإعطائه إكمال الحرف الناقص عرف حرف الشين وربطه مع صور شمس كلمات تذكر حرف الشين وصوته ثم بحركاته الثلاث ثم بعد ذلك يتدرب على كتابته واستخراجه مثلا عندما يكون في أول الكلمة ووسط الكلمة وآخر الكلمة ثم يقوم بكذابتها إلى هنا أكون وصلت إلى نهاية حديثي في هذه الجلسة شكرا لكم على طيب المشاهدة سعت بتواجدي معكم الأستاذ محمد بن أحمد الناصر وإلى الملتقى في جلسات قادمة إن شاء الله تعالى حتى ذلكم الحين وفي كل حين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته